اشتركوا في القناة 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 على ضغط النواحي الأخلاقية للبحث أيضاً لأن هناك المجال متروف للتجاوز الأخلاقي في مجال البحث فمجرد الإبتزام بها هذا ممارسة للصفر هذا كثرة من ممارسة كثيرة لأن يعود الباحث على هذه الممارسة الجانب الآخر هو الجانب المهارات الاجتماعية كون الباحث في العلوم الإنسانية أكثر تواصلاً من باب المنطق النظري أن الباحث في المجال العلوم الإنسانية أكثر تواصل اجتماعي في جمعه للمعلومات جمعي البيانات بشتى طرقها والتواصله مع العين المقصودة الباحث العلمي له جوانبه وطرقه وأحياناً عينة داخل المختبر إلا أن الباحث في الجوانب العلوم الإنسانية والتربوية بالذات يتواصل مع الإفراد وبالتالي يكتسب نواحي تواصل اجتماعي منظم أكثر تنظيماً من حيث اشتراطات البحث العلمي في سؤال التنبؤ طبعاً تم استخدام الخبرة لخبرة المستخدمة يعني لم نستخدم أو ليستخدم الباحثون الخبرة وطبعاً فليحذرني الزميلان العزيزان دكتور ربيع والأستاذ الرحمة أن تقدمتهم إلا أنهم أصدوا على ذلك جهودهم واضحة مشكورة جزاهم الله خير استخدمنا أو استخدم الباحثون الخبرة على اعتبار أنها متغير مستمر متغير فئوي لم تقسم على أساس أنها فئات يعني الخبرة من سن كذا إلى سن كذا أو من ثلاث سنوات مثلاً فأقل أو أعلى أو غيره وإنما استخدمناها على أنها تغير مستمر حتى بالأشهر ثلاث سنوات ثلاث سنة كذا حتى نستطيع إجراء تحليل الانحجار لنصل إلى قضية تأثير الخبرة على السمات وهو السؤال التنبؤي الذي يفيد بذلك الحدود طبعاً هي مهنزوة في هذا العام سبق هذه الدراسة دراسة أخرى حول نص الموضوع تناول الجوانب أخرى أيضاً المهارات التي نكسبها طبعاً من خلال قدراته وممارساته في هذا المجال ومحدداً في جوانب العقلية والمكلامية والاجتماعية لا نطيل في هذا إلا أنه من الجيد أن تضطرح هذه الشريحة التي أمامكم عن عينة الدراسة سبعين أكاديمي للأسف قد يكون في شمع الخلل إلا أنه في الممارسات الإحصائية أحياناً تجيز انتهاك بعض الإشتراطات في قضية عدم تساول عينة في الاختبار ومن الممارسات العينة خمسين من الكليات الإنسانية وعشرين من الكليات العلمية وبالتالي قد يكون هناك فارق إلا أنه اختبار المستخدم تيتست يجيز انتهاك في بعض أحيان لأنه يعطي تعرض كما تعرفوا ويعطي نتيجتين نتيجة عدم تساول تباين وتساول تباين بين المجموعاتين إن شاء الله نأمن بتعديل ذلك يا مستقبل إن شاء الله أما بالنسبة إلى النتائج المعروبة في السؤال الأول تم استخدام المتوسطات لكن في قياس المستوى ألخمنا قضية اختبار تيتست للعينة الواحدة لأن تيتست العينة الواحدة كما تعلمون يميز بين الارتفاع يعني يتكلم عن المتصل النفسي بين تجاوز الوسط المقترب الذي يتميز به المجتمع نختارضه على المجتمع التجاوز نحو اليمين أو نحو اليسار فاستخدم تيتست للعينة الواحدة لبيان ذلك وتبين طبعا أن هناك ارتفاع المتوسط عن الوسط الفرضي وهذا بالاختبار الإحصائي تبين أنه أيضا ارتفاع ذا دلالة وبالتالي يبين لنا أن هناك أثر للخبرة خصوصا كما قلنا أن هناك الخبرة تراوحت بين سنة واحدة وبين ثلاثين سنة في البحث العلمي وبالتالي عند امتزاجها بالتأكيد أنه توافق هذا الكلام أيضا مع الافتراض النظري الذي تكلمنا عنه في المقدمة وبالتالي مستوى الاستفادة في المجالات الثلاثة هذه العقلية والوجدانية والاجتماعية مستوى الاستفادة والسمات هذه من خلال الخبرة وطولها بالتأكيد يرجى الفائدة لأن الإنسان يتمرس فيها كثيرا المسألة الثانية التي ذكرتها قضية الفروق كانت الفروق لصالح الكليات العلمية أعتمنى أنكم متحيزين كما قلت اختبار تست يجيز لنا بعض أحيان انتهاك لهذا وهو تساوي العينتين ويعطينا نتيجة لكن أيضا نأمل مستقبلا يكون أكثر دقة بتنسيع العينة وأيضا تقاربها على الأقل بدل خمسين عشر منه هناك حديث كثير للمتخصصين عن قضية الفرق البعيد بين العينتين إلا أنه من خلال الممارسة البحثية التي قمنا بها هناك فرق في حساب المهارات البيناتين لعل ذلك أنه كثير من الزملاء العزاء في الكليات العلمية ربما محصورين في تجاربهم في المختبر أكثر وبالتالي تعاملهم مع العينات غير الإنسانية ليست بشر سواء كان مع ألات سواء كان مع العينات حية عينات إلى آخره وبالتالي وجودهم في المختبر من خلال توجه في البحث وقام به أشخاص في العلوم الإنسانية ربما جاء الفارق من هذا الجانب أيضا بتحليل إنحجار تبين أن هناك طبعا نستخدم لهو تحليل إنحجار البسيط وليس تحليل إنحجار المتعدد نعمل إن شاء الله نتطور في رأس أن نستخدم تحليل الإنسان المتعدد بحيث أن نستخدم ثلاث الجوانب العقلية والدعمية والاجتماعية وتنبؤها بالتنبؤ الخبرة تأثيرها على كل واحد منهم كل واحد وحده الآن اسمها الخبرة مجتمع عند وحدها بجانب والجانب الآخر من المعادلة وهي السمات هذه أيضا مجتمع الدرية الكبيرة تبين طبعا في هذا المجال أن الخبرة لها دورها في رفع مستوى وتأثيرها في مستوى هذه السمات المكتسبة وتفسر يمكن تفسير من التباين الموجودة الخبرة تفسر من التباين في اكتساب السمات ما نسبته 31% طبعا كلنا نؤمن أن المسائل الإحصائية أو المسائل النفسية أيضا تسانم فيها متغيرات عديدة ليست جانب واحد وحقيقة نحن على درجة من الروا أن النموذج المستخدم في تحديل الانحضار يستطيع أن يقسر مانسية 31% أظن أن هناك خطأ في قضية البوينج بعض الأحيان قوية مكتوبة فإذا ظهرت هكذا فأجلونا هنا ظهر الآن مزيد الآن 31% يعني أن هناك 69% تفسرها جواني أخرى وهذا تصور شيء طبيعي أن الإنسان تؤثر في خروطه وكذا وخروب فردية وجوانب بككاته هذه الصفات حتى لا يظن ظهر أن مجرد يمارس البحث أيضا تكتسب هذه الصفات وإنما قد يكتسبها من جوانب أخرى لإرتباط كما تلاحظون قوي ودالي كنت أتمنى أننا أيضا أدرجنا للدول الآخر وهو بيز هذه المعاملات الإنحجارة الموجودة طبعا هو معامل واحد كونه الإنحجارة بسيط وتمثل في المعادلة الكتابة الموجودة وهي لو أردنا التنبؤ نستخدم هذه المعادلة بـ 3.5 وهو الثابت ثابت لإنحجار وبعض الكتاب السنية قاطع مثل متغير خبرة في الثابت لإنحجار 0.03 0.03 في الأخير، هذا الارتباط أتصور ويتوافق أيضا مع الجال المنطبي الذي ذكره سابقا إن كان من توصيات فالتوصيات في ذلك المجال كثيرة إلا أننا نجمل ذلك في أن ننتبه إلى الفوائد الهامشية للبحث ماذا وراء السطور؟ هذا من وراء السطور هذه الأشياء خلف كامنا فوائد مثل ما نظره مثال حيث نقول للطلاب أنك أي تحليل تعمله بعض التحليلات يصرع عندك ألف أكلمبار هدية في كثير منها من التحليلات هذا أيضا أنه فيه سمات وفيه فوائد أخرى تطرع هدية مع ممارسة البحث ليس الذي نحسبه فقط قرية نشرة تغطية وبيضة وإنما فيه جوانب أخرى نستفيد منها أيضا بما أن خبرة لها ترهام وعندنا خبرات من سنة إلى ثلاثين أيضا من الجيد لما يشكل فرق نخلط الفريق بين خبرات متعددة سواء كان بالتنوعها أو غيرها أيضا قضية تخصصات ودمجها أيضا نحن الثلاثة مختلفة تخصصات في هذه الورقة بالتالي الدمج هذا يفيد كل يطرح بجانبه بل هناك تنصية أخرى قضية للتعاون بين المجال والمجال الإنساني حتى ما يكون فريقين متضاعجين متناقضين هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد أستاذ نعظرني ليس أعلى لك جزيلا أعلى لا ذا أعلى بعمل ترجمة نانسي قنقر 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 وفيني جديد بالمعضي والغاضر والثانية والغاضر سريعة أن تبدأ من الثائج التراثة في الثائج التراثة من السؤال الأول كانت ما هي الأهم مفاعدة الترميل في البحث العديد الكثيري في الواقع المجتمع المجتمع وخروج من البحث العديد الكثيري في الواقع المجتمع 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 الموجودة وخقرأت للمجتمع المجتمع المجتمع المتقدة في الأجل السؤال الأول وخبط للمتقدرة على المجتمع المهدد الكثيري من المجاهل المفترحة لنفاذة التنسيلي بحثنا لهم من خلال المجهور للترابطات والتعامل القاتم أن نوصل التعامل إلى منابش الترابطات أولاً أن تدامنا المميزة ونحن نعمل من نوعاً التحوى الجميل لتعاملنا إلى جمعات المنسية تكبيراً ببكوم بيوت، خبرة وزنانيخ الاستثمار وحاولات الأعمال وحداث قلناتها ثانياً احتراج كبيراً بحثنا وبالتعاملات تحديدها وثابتاً الوقت العلمي ومتشرين طول المثالة على الوقت العلمي وبيان عظم الأجر للبحث العلمي والمقصية فيه نحن نشبع على الوقتية بمثالثة بكارة المقارسة ولكن في البحث العلمي أين تصور أنك في ثابت الثهار ونضح الجوية التي تتعاملها وأخيراً الشرافة الشرافة والتعاملات المجمعية ويقفت على مشاريع المحادية الجامعة لديها واشاء الله رافعاً سمونهم من الشباب والأفكار التعاملات المجمعية وليس منذ ان يتعامل الشباب من خلال العملاء والعمال وتسويل مشاريعها على ألف الواقع من خلال المعرض عن الشركة والمستثمراء التي تحتاجها للأحصة واحتفظها وحفظها على أفكارها للأحصة النجار السمول التربوية وهو مجاعة الواقع للدراسية والتبوية مترحة لتوميير البحث الأمين أولا ثم قوانين للشيئات لازمة لتحسنين كثير من توجه الخير معاولة الوقت، الضضغة، البساء، الضرغة، وإله محرين وإنشاء والتوسع وليس إنشاء فقط التوسع والتقيد ترحى بناس الأغناء والتامعات ولذلك المدلس الناس إلا أن الأجر والتواقع يقوم عليه فيما يقوم عليه لذلك المثال والمثال الأكثير والمرآن الثاني وروح المنافسة بينا بإجابة الإلهة والأعمال التي تدخل فيها نسمعنا بالخمرين فاستبدأ عليكم المثالات التحولية وتبيعنا أن نشجع المحكيز للعائلات والعالمين والشركات على المنافسة في الأعمال الأفضل ثانياً، العمل على الإلهات العليات الناسية وعليات المشاركة الظنوب والشركات جزء من هذه الضريفة تحول بلا أن تحول إلى سنة دولة ولكن تحول إلى دعوة المحكمة الإلهة وزيادة الجميع وتدخل الواحيء على المجددات الحقنية والأسفة، نعم وتدخل الجنة المسلمة أن تصل إلى الصوصيات الثانية أولاً الدولة الثانية العامة العربيية من الإحلاج والإحلاج والإحلاجات بالحسبة للتوجهة فإنها تدخل الجير الذي يعيش على أفكار المذينة التي تنقفحها وواقعاً يعيشها الآن وواقعاً فيها وواقعاً الثانية العائلين التي تدخل في جنة الحياة في الأحصولة تأجير المباني، ذلك تأجير المباني والدبطارات والدمراض وتأثير منها الإسوار الجامعة وثالثاً إنشاء بيوت الخدرة والمتابة بيوت الشراف والحلمات المؤمنية هذه الأسفة الجامعة قال بإسم الله عليه وسلم أنه كنت لا تدخل إلى أفكار الأفكار من ذلك وشكراً للمباني والإحلاج التي تدخل إلى أفكار الأفكار فأنت تدخل إلى أفكار الأفكار فتحينه كيف إلا كان لا تدخل العائلين؟ وليس هناك الأفكار 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 فإنه ألبع ألاف زرعة وشاء الله شكرا لقد أردنا صدائه المعلمين ومعلمه ومعلمه المصارفة فجاء الله حميث جاء الله حميث جاء الله حميث للتعليم وذلك هي في مياد حميث العين شكرا لحكم بمعرفة وشكرا لتحت كل مرشانك في الإنسان وستغل الله لكم السلام وفكرة 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 ألف شكر الدكتورة رحبة على هذه الورقة المميزة حقيقة خاصة الموضوع حساس ويتعلق في تقدم الدول من خلال الأبحاث العلمية والتي يجب أن تكون مصادرها متنوعة وميسرة وليست معقدة ما في شك أن الدكتورة ذكرت أن هناك نية ممكن في المستقبل للتعرف على مشاكل تيسير وتمويل هذه الأبحاث ونسأل الله بالعالمين بأن يوفقها لما يرضى وأن يخرج إلى النور ونرى هذه النتائج ونستفيد منها في البحث العلمي هل هناك أسئلة من الحضور مدام لدينا متسع من الوقت في خصوص هذا الموضوع؟ المجال المبوء؟ أي 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 أحد الأعوان تذكر أهمية التشغيل للطلابي في دعم البحث العلمي يعني أن التمويل لا يقف عند الباحث وإنما ممكن أن يستثمر التمويل في توظيف الطربة في عملية أعداد الأبحاث العلمية هذا ممتاز نعم مدنية حاضرناك بالقمال وهي استثمار طاقات الشباب والتفجيرها والتحويل المفكار والذي نديك إلى مشاريع تحديقية على هذا الواقع وتسويقها للشركات الدائمة نعم ممتاز هل هناك سئلة أخرى في هذا الموضوع؟ نشكر الدكتورة هبة على هذه الورقة وننتقل بإذن الله إلى الورقة الأخيرة شكرا يا الدكتورة إن شاء الله على الأخير إن شاء الله نتشرف فيه إن شاء الله بإذن الله شكرا يا الدكتورة شكرا أشترك أشترك أحسن أحمد الحمراني شكرا لإكتكتور مطلق والشكر الموصول للقائمين على هذا المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة كثيرة أما بعد فحديثنا بإذن الله تعالى في هذه الورقة سيكون عن الصعوبات البحثية التي تواجه البحثين التربويين في الجامعات السعودية أشكر زملائي الأستاذ أحمد العثيبي والأستاذ ناحي الحارثي على ثقتهم وترشيحي للتقديم هذه الورقة مشكلة الدراسة للبحث التربوية دور مهم في تحسين المبارسات التربوية وذلك لرفع جودتها لا بد من وجود باحثين والتمكنين من مهارات البحث إلا أن البعثين التربويين على مختلف درجاتهم العلمية يواجهون العديد من الصعوبات والتي أكدت عليها العديد من الدراسات العربية والأجنبية كما أثبتتها نتائج دراسة استطناعية قام بها الباحثون على عينة عشوائية إضافة إلى الخبرة الذاتية للباحثين في مرحلة الدراسات العلية وتواصلهم مع سمرائهم في تلك المرحلة ولذلك فإن الدراسة الحالية تجيب عن السؤال التالي ما الصعوبات البحثية التي تواجه الباحثين التربويين في الجامعات السعودية عند كتابة أبحاثهم ومجهد نظرهم تفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهذه الأسئلة الفرعية تناقش ست محاول المحور الأول اختيار مشكلة البحث ثم إعداد مشكلة البحث توظيف أدبيات البحث والدراسات السابقة إعداد منهجية البحث وتحديد إجراءاته تحليل البيانات وتفسيرها صعوبات بحثية أخرى تتضمن النشر العلمي اللغة وما إلى ذلك الدراسة الحالية مهمة وذلك يدعم النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس يساعد الطلاب الدراسات العلية على إنجاز أبحاثهم بالوقت المحدد تخفيف العبء عن المشرفين العلميين وتحفيز الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال المنهج اللي استخدم في الدراسة هو المنهج الوصبي واستخدمنا الاستبانة كأداء الدراسة المجتمع الدراسة إذا كون من جميع الباحثين التربويين في الجامعة السعودية لعام 1441-2020 وهم طلاب البكالوريس والماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بمختلف متبين شميلة العينة 779 باحث وباحثة من المجتمع الدراسة نتائج الدراسة نتائج شيقة حقيقة وأجمل ما في الموضوع في اليوم الثاني من المؤتمر ومر علينا عديد من الأبحاث أن هناك اتفاق كبير جدا بين البحث الحالي والدراسات السابقة الموجودة في هذا المؤتمر سنتضبق لذلك اليوم بإذن الله تعالى أثناء أعضاء النتائج راجعا بحثنا التربويين في الجامعات السعودية صعوبات بحثية بدرجة متوسطة في المجمل في الدرجة ملجأة صعوبات ذات العلاقة بالنشر في المجليات العلمية المنوقة واللغة والاعتزام بالفطة الزمنية في الدرجة الثانية صعوبات اغتيار مشكلة البحث وفي الدرجة الثالثة صعوبات توطيف الأدبيات أدبيات البحث والدراسات السابقة ذات العلاقة إضافة إلى صعوبات إعداد منهجية البحث وتحديد إجراءاته وصعوبات تحديد البيانات وتفسيرها وجاء في الأخير صعوبات إعداد مشكلة البحث بعناصرها المختلفة بالنسبة للمحور الأول وهو اغتيار مشكلة البحث يعد اغتيار مشكلة تبتسم بالأصالح من أبرز الصعوبات لدى البحثين ودرجة الصعوبة كانت 70% بينما تنتها بقية الصعوبات في هذا المجال بدرجة صعوبة تتراوح بين 61 و 62% ويوضح الشكل البياني عناصر اغتيار مشكلة البحث ودرجة الصعوبة كما ترون بالنسبة لإغتيار مشكلة تبتسم بالأصالح كانت هي الأعلى بالنسبة للصعوبات التي تتعلق لإعداد مشكلة البحث بعناصرها المختلفة وهي مقارنة بجميع المحاور هي الأقل صعوبة لدى الباحثين وأعلى صعوبة في هذا المجال هو إيجاد مصادر متعددة وداعمة للمشكلة يليها إجراء دراسة استطلاعية للمشكلة بالنسبة للصعوبات التي تتعلق بتوظيف أدبيات البحث والدراسات السابقة ذات العلاقة بلاد الدراسة أن أبرز الصعوبات في توظيف أدبيات البحث والدراسات السابقة ذات العلاقة ندى الباحثين التربويين في الجامعات السعودية تتمثل في تحديد مرجعية النظرية أو المفاهيمية للبحث والتي جاءت بنسبة 61% أما بقية استعراض الدراسات السابقة الأقل الصعوبة بقناتهم لغيرهم من الصعوبات في هذا المجال حيث جاءت بنسبة 52% من نسبة للصعوبات التي تتعلق بإعداد منهجية البحث وتحديد إجراءاته فإن أبرز الصعوبات كانت قدرة الباحثين على تحديد الأسانيب الإحصائية اللازمة لمعالجة النهائج الدراسة وكذلك محاكمة صدق الأداة وثباتها قبل تطبيقها البصور إلى مجتمع البحث تراوحة نسبها ما بينه 61% إلى 63% تحديد مجتمع البحث بدقة هو الأقل الصعوبة في هذا المجال فكانت درجة صعوبته 50% بالنسبة من تحليل بيانات وتفسيرها قدرة الباحثين على تقديم البيانات واستخدام الأشكال البيانية كان هو على صعوبة بدرجة 60% أما الأقل صعوبة فكان كتابة التوصيات الإجرائية أخيراً الصعوبات الأخرى أبرز الصعوبات الأخرى التي تواجهها الباحثون التربويين في الجامعات السعودية أول صعوبة كانت نشر الأبحاث لمجلات ذات قيمة علمية ثانياً التعامل مع اللغة الأجنبية ثالثاً الاعتزام بالخطة الزمنية المتوقعة لإنجاز البحث والوصول إلى الأدبيات الملازمة لموضوع البحث وأخيراً توثيق المراجع ثمانية وثلاثون فقرة أو صعوبة بحثية رتبنا الخمس خمس صعوبات الأكثر تأثيراً على أو الأكثر صعوبة بالنسبة للباحثين فكانت الصعوبة الأولى هي نشر الأبحاث في مجلات ذات قيمة علمية بدرجة 76 دمئة يليها التعاون مع اللغة الأجنبية 74 دمئة يليها اختيار وشكلة التسم بالأصالة وهذه درجة 70 دمئة إيجاد مصادر متعددة دائماً من المشكلة وأخيراً الاعتزام بالخطة الزوانية المتوقعة لإنجاز البحث وقد تناولت العديد من الأوراق العلمية في هذا المؤتمر نشر الأبحاث في مجلات ذات قيمة علمية وكانت ورقة الدكتورة جين من جامعة فلوريدا من الأوراق التي ناقشت كيفية حل هذه المشكلة وكانت ورقة قيلة جداً بالنسبة للمصادر الداعمة في بحث الدكتور الذروة وأستاذ النجار تمت مناقشة النشر المفتوح الوصول والذي إذا تحقق فسيسهل على البحثين الوصول إلى مصادر ذات العلاقة في ورقة الدكتور يحيى تمت مناقشة النشر الدولي لبحوث أعضاء هيئة التدريس واتفقت هذه الدراسة مع دراستنا في أبرد الأبرز الصعوبات في النشر في المجلات وكذلك حاجز اللغة بالنسبة للفروض درسنا متغيري الجنس وكذلك متغير الدرجة العلمية فأوضح في الدراسة لدينا فروق دلالة إحصائية في كل محور من المحاور تعزن متغير الجنس وكذلك لصالح الباحثات مما يعني أنهم يواجهن صعوبات بحثية بدرجة أعلى مما يواجهها الباحثون كما أوضحت الدراسة وجود فروق دالة إحصائية في كل محور من المحاور تعزن متغير الدرجة العلمية حيث بيّنت أنه كلما ارتفعت الدرجة العلمية كلما قلت الصعوبات التي يواجهها الباحث التربوي في كتابة بحثه وحقيقة عندنا دراستين في المؤتمر أكدت على هذه الرؤية وهي دراسة الدكتورية هي كمان الدين وكذلك الدراسة الحالية تفضلتم بهالدكتوري القصابي والماشدية كانت أيضا تحدثت عن أنه كلما زادت الخبرة المهارات لدى الباحث بالنسبة للتوصيات بناء على نتائج هذه الدراسة فإنها توصي بما يلي تطوير مقرارات البحث العلمي لكليات التربية في الجامعات السعودية خاصة في مرحلة البكالوريوس تدريب الباحثين التربويين في الجامعات السعودية على اختلاف درجاتهم العلمية عن التعاون مع الدوليات والمجلات وكيفية النشر وإعطاء حوافز المتميزين لذلك الاهتمام بالمكتبات الجامعية وتوفير مصادر المعلومات المتنوعة الاهتمام بتطوير اللغة الإنجليزية منتبل الجامعات والباحثين على حد سواء تطوير أهليات اختيار المشكلات البحثية الأصيلة ذات العلاقة بمتطلبات التنمية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامجها وتدريب الباحثين على الاستفادة منها بالنسبة لمقترحات حقيقة نأمن فعلا أنه يستفاد من هذه الدراسة لفتح آفاق جديدة ومختلفة ونوعية في مجال البحث العلمية المقترح الأول هو إجراء دراسة تحليمية لمقررات المحوث التربوية في الجامعات السعودية وفق رؤية الممدة العربية السعودية 2030 المقترح الثاني إجراء دراسة نوعية باستخدام المراجعة المنهجية التي هي لتحليم الدراسات التي تناولت الصعوبات البحثية لدى البحثين التربويين الثانث إجراء دراسة نوعية لتحليل طبيعة الصعوبات التي يواجهها الباحثون التربويون في ضوء التاجهم البحثين وحقيقة هذه الدراسة فعلا أتمنى أن تردون بحيث يتم تحليم الأبحاث التقامة به الباحثون وتحديد الأقطاع البحثين المنهجية التي يقعون فيها ومعرفة أين تثمن صعوباتهم بناء على ذلك المقترح الأخير إجراء دراسات نوعية لتحديد طبيعة الصعوبات البحثية لدى الباحثين التربويين وفقا لعدد من المتغيرات كالدرجة العلمية والجلس حقيقة أثناء عملنا على البحث أنا والفريق البحثي وجدنا ببراجعة الدراسات السابقة أن هناك اختلاف بين طبيعة الصعوبات لدى طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس وطلبة البكالوريس فكل درجة علمية لها صعوباتها الخاصة حقيقة هذه الأبحاث لمن اقترحناها نتمنى فعلا أنها تأخذ بعين الاعتبار وأن ترى النور وأن يكون لها تأثير فعال وأن يكون بحثنا المقدم هذا اليوم معين على بدء هذه الأبحاث شكرا لكم جميعا وشكرا للمحكمين الذين ساعدونا في تقديم هذه الأداة التي قدمت في هذه الدراسة وعلى رأسهم الدكتور صالب العساق ودكتور محمد النذير ودكتورة زينب عطيفي وهي مشرفتي في الماجستير وكثير من الدكاترة وشكرا لجامعة الكويت شكرا للمشاهدة من الدراسية والعصول على درجة الدكتوراه في التقصصات طبعا تحدثت الأستاذة عن صعوبة إعداد البقوث العلمية عند كثير من المهتمين وقد ترجع لأسباب كثيرة منها توظيف الأدبيات وأيضا اختيار المنهج البحثي وأيضا قد تكون هناك حوامل نفسية وحوامل اجتماعية وأيضا أمور المالية متعلقة في الميزانية وأيضا قد تكون متعلقة في أمور شخصية كالقدرة الكتابية وأيضا من الأمور المهمة قد تكون قضية الإعداد العلمي طبعا أي باحث ليس من السهل عليه طبعا اختيار مشكلة البحث وهذا ما تطلق في هذه الوقت طبعا اختيار الموضوع جزء كبير ومهم في عملية الرحلة ومسيرة هذا البحث لأن كل العقبات والوقفات تكون مرتكزة على مفهوم العنوان فبالتالي قد يكون هناك مقترح لعملية القراءة أو نسميها المجتمعات المتعلمة التي تحرس على تزويد المهتمين في البحث العلمي في جميع الأمور التي ممكنت تؤهيد في عملية التميز وتجويد العملية العلمية خاصة في البحث العلمي هل هناك أي سؤال يوجه الأستاذة هنا نيابة عن الزملاء المجال المجال والمايك بستوح طبعا السؤال جدا جويب ولعل سؤالك هو حل لمشكلة أصلا موجودة يعني قرارات لدينا في الغالب تدرس باللغة العربية في الكليات التربية ولذلك لما يجي وقت كتابة البحث والبحث باللغة العربية ولكن لابد من الرجوع إلى المصادر باللغة الإنجليزية يواجه الباحث صعوبة في ذلك لأن هناك فجوة بين طريق التعلم في الكولية وبين ما يجب عليه فعله أثناء كتابة البحث فإننا بحاجة إلى أن يكون هناك تكثيف للغة الإنجليزية أثناء تعلم المقررات في الكليات التربية طبعا لا يوجد شيء أستاذ أن اللغة مهمة جدا حتى لو أنت لم تحصل على اللغة الكافية يجب أن يحتم الباحث في تطوير اللغة لأن سيرجع إلى الأدبيات التي قد تكتب في لغات أخرى قد تطرغ لبعض المشاكل البحثية أو الأدبيات التي قد تعطي فرشة مهمة في البحث العلمي فبالتالي اللغة لم يجيدها الشخصية لا يجب أن تطور نفسها في مجال البحث والآن أتوقع بأبحاث كثيرة موجودة على بعض المواقب وهناك تطبيقات عالمية تساعد الباحثين على إطلاع الأبحاث حتى في لغاتهم المحل أتفاق دكتور مطلق على ما أتفاق أيضا هناك المهارات الشخصية خاصة السلطة تطوير الذات وترمية المهارات لدى الباحث يكون مسؤول عن نفسه ويكون عنده مميزات أو فصائص ومهارات عن أن يكون عند الباحث مهارات يستفيد منها وتنمى لدي ليكون باحث جيد إضافة إلى أن الدكتور رجيان في ورقتها تحدثت عن دور الباحث تجاه نفسه في خلق روتين للتعلم والعمل ويستطيع أن ينتج بحث جيد وقابل للنشاء في المجلات المنطقة نقطة أخيرة مهم جدا على الباحثين يعني بالإهتمام في نوع المجلات وطريقة عرض الأبحاث العلمية وأيضا الأشخاص الذين يمكن أن يتعاونوا معهم في المجال البحثي كمشرف يجب طالب الصعوبات معرفة قدراته معرفة أوقاته ونفسيته واحتماماته لأن الأقفال عن هذه الأمور ممكن أن يقع الباحث بمشكلة في الوقت اللاحب ختاما نشكر الأستاذ هناء على الورقة وأيضا أشكر القائمين على هذا المؤتمر وبهذا نختتم الجلسة الثالية بxa السفر هذا اشتراع نعم تو نعم ترجمة نانسي قنقر